بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر الأولى استهدفت سفينة أمريكية ستار ناسيا والأخرى استهدفت سفينة بريطانية مورنينغ تايد وقد تم استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وستقوم القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي وذلك ضمن حق الرد المشروع على العدوان ودفاعا عن اليمن العزيز وشعبه المجاهد إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى رفع الحصار وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صنعاء السادس والعشرين من رجب ألف أربعمائة وخمسة واربعين للهجرة الموافق للسادس من فبراير الفين وأربعة وعشرين صادر عن القوات المسلحة اليمنية ترجمة نانسي قنقر